بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم بالبداية أتقدم بالشكر جزيل إلى كل أفراد الشعب الموريتاني إلى كل الأصدقاء وإلى كل قادة الرأي الوطني من أحزاب سياسية ومن منظمات مجتمع مدني أتقدم إليهم بالشكر بمناسبة تعاطفهم ورفضهم أو رفضهم للظلم اللي تعرضنا له هذه الأيام الأخيرة وهذه هي ولمرة نتكلم عاقب نتخابات مختار من الشعب الموريتاني بمناسبة انتصاره وبمناسبة سلبه للشرعية من نظام الرئيس محمد الشيخ غزواني من خلال إنجاح المقاطعة وهذه درسة قوية استطاع من خلال الشعب الموريتاني بأنه يوجه صدعة لنظام الفشل العاجز اللي فوقت خمسة سنوات قالبه يجهز إيش اسموش منه الشعب الموريتاني نظام فاسد نظام مرتكز على الرساد وعلى المفسدين إياك كان يجدد مأمورية ثانية راسه والرسالة كانت واضحة الشعب الموريتاني قال بأنه راغط عقاء الشرعية من نظام الرئيس محمد الشيخ غزواني يجب أن يبقى هو يجبر مأمورية ثانية من خلال التعليمات يجب أن يعدل هكذا ما أعدل يجب أن الشعب بريء من هذا النظام ولا يجب كل شيء يقوله النظام اليوم يكون منه متخد الشعب الموريتاني هذا من ناحية ناحية أخرى أنا يشكر قادة جبهة المعارضة ديمقراطية اللي بلا وبلاء حسن هذه الأيام من خلال خرجاتهم العلامية من خلال رسائلهم السياسية القوية ومن خلال أيضا هذا القرار اللي تخذوا ويشجاع اللي هو قرار المقاطعة ونختار منهم ونقول لهم بأنه قرار كان صايف سياسيا لأنه أراحى الشعب الموريتاني من مسؤولية شرعنة نظام فاسد مدد خمس سنوات وهذا الموقف هو أيضا موقف اللي اتخذ الرئيس محمد والعبد العزيز ولا شك بأنه ثبت من خلال تعاطي الشعب الموريتاني في هذه الاتخابات بين الشعب الموريتاني مع المعارضة الديمقراطية ومع الرئيس محمد والعبد العزيز ضد هذا النظام اللي ثبت بأنه عاجز عن تقديم أي شسوش منه ومصلحة الشعب وإياك نرجع على الموضوع هذه المقابلة أنا يوم الزرق الصبح العصباح عدلت وزارة الداخلية عملية انزال عسكرية خشنة تعرضوا فيه الدار كامل مسؤولة وقش كبار والد والله الشاشرة العملية إرهابية منها ترهيب الأسرة ترهيب لشاشرة ترهيب الناس كاملين ومشاوا في عيدينا آخر نقطة من الدار وخالوا فيه جميع القواني وخالوا فيه شرع ومشاوا في المنزل وقبوا الهاتف من دون إذن ومفتشوه من دون إذن ومن دون موالية المتعدماتيها رسالة من وكيد جمهورية والله أعطى معناها رخصة من ضرف وكيد جمهورية واختطفونا خارج القانون ومن ذلك الساعة إذن برحثولي نحن هوتنا السرطيان خارج عن خارجنا عن طرفية ما نعرف نحن علاش نكردة ما نعرف السبب اللي وسامي كردونا هو شلو ما نعرف الجريمة اللي ارتكب من أي شي نجيا ولا شك خلال بعض تعاطي تحقيقا عنه كيف نجان لمدرسة شرطة جان محقق وسولنا عن أنشطة جبهة المعارضة الديمقراطية وعن اتخاذ القرار المقاطعة شهية حيثياته وشرحنا لهم الطريقة بسباب اللي جعلت تكونوا كجبهة معارضة وشرحنا لمملي الاسباب اللي جعلت كل هؤلاء القادة الشجعان يجابروا ويتوحدوا ضد هذا النظام وظهرنا من خلال تحقيقهم بينهم بين النظام نواة موزيرة داخلية نواة عاجز وفاشلة قير مهزوز وصولونا عن طريقة التي تموّل بها قلنا لأننا تمويلنا ذاتي قلنا يكوتزي من اللبتون عدو ونواة 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 حقوق الكوتزية من اللبتون ونواة 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 قابلين ونواة الشعب الموريتاني يمشي عملية هزرية الهدر من الشعب عام الموريتاني كان بمناسبة قدم تعزية للشعب الموريتاني ولأسر الضحايا اللي سقطوا خلال أحداث الانتخابات الماضية ومحمد نظام الرئيس محمد القزواني ووزير داخلية المسؤولية تامة عن داخل الاخر الكام في الانتخابات به اللي عسكر الانتخابات واستخدام القوة والتعليمات الإقرار والله إعادة شرعا في النظام ذاقب السعي النتائجة التي تعدلنا به وهذا نبهنا عليه وقلناه مرارا ومتكرارا و اللي عاد بحثو ولي يطرسونا قالونا نحنا لا ينقول لكم علاش طبعا لم أعطونا أي حق من حقوقنا لذرقانه و اللي عاد يوم بحثو ولي يطرسونا قالونا نحنا لا ينقول لكم نحنا علاش كنا كاردين و وله نطرسوكم وقالوا لهم كاردين على الأساس بنعاقب لنا طرح رئيس ملفه رئيس محمد عبد العزيز ملفه عند مجلس الدستوري بنصدر الدعوة من طرف رئيس الجبهة جبهة التغيير الديمقراطي اللي هو عضو في الجبهة جبهة معارضة ديمقراطية ذاك ذاك تصريح قالوا هم بنوا فيه دعوة لانقلال وبذي الدعوة صريحة قلنا لهم منها ما يدعوا صريحة وبن درسنا هذا الموضوع وبن دراستنا لتصريح اللي صدر وبنه فيه فقط وبن يتمنى ذاك اللي يخلقه المجلس الدستوري وبنه يخلق في القاصر اللي أسي وبن فيه فارق بين دعوة وبن فيه فارق بين الأمنية وتوفو ومرة أخرى أكدين بن هذا المسار اللي فيها معارضة ديمقراطية بن مسار خطرقاته بنهم يمشوا مع الشعب الموريتاني خطرقاته بن ما يكتبع بهم بنهم شاركوا عملية تزوير لإرادة الشعب الموريتاني خطرقاته بنهم يتولوا الخاسر من رئيس محمد القزواني من وزير داخلته من وزير عدله ويتولوا السجون ويتولوا أنواع المشاكل لغير منهم ما يدخل الهالي ما كانت الفساد وما كانت النفاق وما كانت الاستهزاء والاستهتار وتديد وبطف المقدرات الدولة الموريتانية الشعب الموريتاني استحب بن نتخلق فيتنمية بن نتعود عندنا ديمقراطية بنتعود عندنا العدالة وإذا يجب يخلق مقط اللي اللي نتكاتف الجهود كاملي ونرفض نرفض ذل والهوان ونرفض الاستكانة للبطش والناس طغات إلى عادة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية الشاك بأنه من خلال هذه العملية العسكرية بأنه نجاح في شيء سوش نختار ونأكدول ونعنا بتياها باللخ الكامل ما زال بنكون إصرار وثبات على أن الطريق اللي ما شام فيها هي طريق صارحة وبأنه لا يرطي يزيد فيه باللعدد كامل ضيف والسجن لا يمثل بأنه ما يهثر علينا ومستعدين وهذا هؤلاء نختار ويوصل بالحقيقة يفهم بأنه المقاربة التي لديهم كاملة مقاربة فاشلة ونختار من الأكد الشعب الموريتاني و جميع الشباب بالداخل والخارج بأن هذا النظام انتهى سياسيا وانتهى في جميع المجالات الأزمة التي خلق رأس بنفسه لم يكن لديهم راقها ونختار مولي عن سبب أنهنأ الشباب في عام 25 شباب موريتاني ينسجن ظل من وعدوانا من جبهة تغيير الدين وخلاطي ينسجن ظل من وعدوانا مدد 25 يوم مغيبين عن هاليهم ونختار نقول للشباب الأخر بأن هذا المثال على شباب حي واعي بأنه قد يعبر بطريقة تحترم القانون وسلمية عن رأيه وبأنه يقول لك اللي ما هم ونك عند وزير داخلي ولا هم ونك عند رئيس جمهورية وفي نفس الوقت يعرف بأنه لا هي يتعرض للسجون يتعرض لهم الشاكل وتحمل هذا كامل من أجل الديمقراطية من أجل العدالة من أجل بناء دولة عودك إياها تمثل طموحات الشعب الموريتاني والأيام القادمة إن شاء الله دور تأكد بن المعارضة الديمقراطية والشباب الموريتاني الشعب الموريتاني بن ما هو له يقبلها عملية السب الإرادة اللي كان يخطط لها النظام بن تستمر وبن عليهم يفهم بن طريقة اللي ماشيين بها ما تخدم مصلحة الشعب الموريتاني وبن الظلم الرئيس محمد عبدالعزيز بخمس سنوات يتعرض بالظلم فقط لأنه معارض النظام بنهم معيق التحد اللي عارضهم يسجنوا وضايقوا وينكلوا به من هالي ما هي طريقة من القانون عاطي للمواطن الموريتاني بنعارض أي نظام الشعب السياسة ما تخدم المصلحة العامة وهما السياسة ما تخدم المصلحة العامة والشعب معارض وضايح نتائج الانتخابات بارك نأكد لهم بن نهايتهم أوشاء اقتربت وبنهم هم هم اللي يدمروا رؤوسهم بيديهم والسلام عليكم ورحمة الله